بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عسرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وأهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الأول التعليم المستمر في لقاء متجدد على معيدة اللغة العربية في مادة لغتي في هذا الفصل الدراسي الثاني مع درس من دروس هذه المادة مادة لغتي نحن في هذه المادة وفي هذه المرحلة الدراسية سوف نتناول الحروف الهجائية الحروف العربية وقد وصلنا يا حبتي في هذه الحروف إلى هذا الحرف الحرف قاء أحد حروف هذه الوحدة الثالثة التي كنا قد بدأناها منذ بداية هذا الفصل الدراسي إذن الحرف قاء هو أحد حروف الوحدة الثالثة التي هي بعنوان وحدة مدينتي هذه الحروف يا حبتي تتميز بأن لها شكلين مختلفين كل شكل من هذه الحروف لها شكلين لها شكل يأتي في أول كلمة ولها شكل يأتي في آخر الكلمة وهذا ما يميز حروف هذه الوحدة وصلنا يا حبتي إلى الدرس السابع من دروس حرفنا وضيفنا الحرف قاء كما يظهر أمامكم على الشاشة إذن هذا هو الدرس السابع والأخير الذي معه نودع هذا الضيف الحرف قاء تل معتاد كنا يا حبتي في دروس هذا الحرف كنا قد قرأنا هذه الجمل قرأناها بشكل مركز وشكل سماعي استمعنا لهذه الكلمات وكذلك قرأناها وأيضا شاهدنا كيف كتب الحرف وكيف كتبت هذه الكلمات التي ضمت الحروف العربية وهو تحديدا ما يهمنا ألا وهو الحرف قاف نقرأ الجمل يا حبتي سريعا نحفظ القرآن الكريم أنا وصديقي نحب القراءة القراءة قرأ المعلم القراءة تنير العقول ونسمع القصص المفيدة حسنا كذلك يا حبتي كنا قد أخذنا هذه الكلمات التي مرت علينا في هذه الجمل أخذناها لوحدها القرآن صديقي القراءة القصص قرأة المعلم أخذناها لوحدها وركزنا العمل عليها فقرأناها بشكل مركز واستمعنا لقراءتها بشكل مركز ولاحظنا لطريقة كتابة الحرف ق فيها بشكل دقيق وكذلك حركات الحرف ق ففي كلمة القرآن الحركة هنا الضمة فنطقنا الحرف هنا بصوت الضمة ق قرآن وفي كلمة مثلا القراءة نطقنا صوت الكسرة ق القراءة وفي كلمة قراءة نطقنا صوت الفتحة ق قراءة أما في كلمة صديقي فنطقنا صوت الكسرة مع حرف المد صوت طويل فقلنا صديقي قي قي وفي كلمة العقول مددنا صوت الضمة فقلنا العقول العقول ولم نقول العقول وكالمعتاد يا حبتي نختتن درسنا دائما بهذا النشاط الختامي المهم نفتح سويا على صفحة 192 حسنا يا حبتي في هذا النشاط كالمعتاد أقرأ النص لدينا نص أمامنا حوى كلمات عربية حوى حرف القاف وأيضا الحروف الأخرى المطلوب هنا يا حبتي هو قراءة هذا النص قراءة صحيحة بالحركات المرسومة على كل كلمة هل أنتم مستعدون إذن يلاحظوا هنا يا حبتي هنا يا حبتي سوف بالتأكيد تلاحظ بصريا بعينك وأيضا سوف تقرأ بلسانك هيا بنا هل أنت مستعد هل أنت مستعدة سأعطيكم دقيقة واحدة وإذن الله أنها كافية لقراءة هذا النشاط هذا النشاط نعتبره مثل التقويم الختامي لدرسنا مثل الاختبار الذاتي لدرسنا التقويم تشخيصي أو ختامي لهذا لما سبق أن تعلمناه حول الحرف ق من خلال قراءة هذا النشاط أريد منكم قراءة صحيحة قراءة جيدة مركزة خلال هذه الدقيقة الواحدة التي بإذن الله ستكون كافية خاصة وأن هذه الكلمات قد مرت علينا خلال مجريات هذا الدرس إذن هل أنتم مستعدون هيا بنا دقيقة واحدة ثم نعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا اشتركوا في القناة كيف نقيم انفسنا سوف الان تستمعون الى القراءة الصحيحة لهذا النص بالحركات المرسومة على كل كلمة والمطلوب منكم هو تقييم انفسكم هيا بنا ركزوا معي قال فواز انا وصديقي نحب القراءة فنحن نحفظ القرآن الكريم ونسمع القصص المفيدة قال المعلم القراءة تنير العقول حسنا الآن يا حبتي بعد ان استمعتم الى القراءة الصحيحة قيموا انفسكم في مدى صحة ما قرأتمه عودوا سريعا اقرأوا هذه الكلمات وقارنوا كراءتكم بكراءة المعلم وضعوا صح او علامة صح او درجة امام الاسفل او جانب الكلمة التي اصبت في كراءتها والكلمة التي قد اخفقت في كراءتها اريد منك ان تدرب نفسك على كراءتها بشكل صحيح مرة اخرى ساقرأ الجمل او ساقرأ الكلمات واريد منكم ان تقيموا انفسكم هيا بنا قال فواز انا وصديقي نحب القراءة فنحن نحفظ القرآن الكريم ونسمع القصص المفيدة قال المعلم القراءة تنير العقول قيموا قيموا افسكم والآن يا حبتي بارك الله فيكم بعد انتهينا من قراءة هذه او هذه الكلمات وهذه الجمل ننتقل الى النشاط التالي في صفحة 193 لدينا هذا النشاط الذي يمر علينا بين فترة والاخرى هذا النشاط هو اتعرف حرف المد مع الحرف الممدود حرف المد يا حبتي لدينا حرف المد ثلاثة حروف قد اخذناها سويا وتعرفنا عليها ألا وهي حرف حرف الو وحرف حرف وحرف حرف حرف المطلوب يا حبتي الآن هو قراءة هذه الكلمات لدينا ست كلمات كل كلمة من هذه الكلمات أتى فيها حرفان أتى فيها حرفان ملونان بلون مغاير نقرأ هذه الكلمات بشكل مركز وننطق هذه الحروف الممدودة نطقا صحيحا هيا بنا حبتي دقيقة واحدة لقراءة هذا النشاط وهذه الكلمات ثم نعود لنقرأها سويا ترجمة نانسي قنقر حسنا يا حبتي انتهى الوقت المخصص لقراءة هذه الكلمات المطلوب يا حبتي كما أخبرتكم ها قراءة الكلمات الست المكتوبة على اليمين الكلمة الأولى سأقرأ الآن وأريد منكم فقط التركيز معي في هذه الكلمات المطلوب يا حبتي هو التعرف على حرف المد وقراءته مع الحرف الممدود فهنا يا حبتي الحرف المد في الكلمة الأولى هو حرف ماذا؟ حسنتم حرف الواو حرف الوو نقرأ الكلمة فوصول فوصول لاحظوا مددنا الصوت ماذا؟ ما هو الحرف الذي مددنا صوته؟ حسنتم إنه حرف ص حرف ص فقلنا ص أم ص نعم قلنا ص فقلنا في قراءة الكلمة فوصول لم نقل فوصول ننتقل للكلمة الثانية نقرأ الكلمة فنقول صديقي صديقي هنا يا حبتي الحرفان الملونان ما هو حرف المد؟ أحسنتم إنه حرف الـ حرف اليا ما هو الحرف الذي مددنا صوته؟ أحسنتم إنه ق حرف الق بحركة الكسرة ق فنطقناه وقلنا ق صديقي لم نقل صديقي صديقي ق بل قلنا صديقي الكلمة الثالثة تين تين إذن الحرف الممدود هنا الحرف الذي مددنا صوته ما هو؟ ت حرف الت فنطقناه وقلنا ت بصوت الإ كذلك يا حبتي في الكلمة التي بعدها حارس ح ح مددنا صوت ماذا؟ مددنا صوت الح فقلنا حارس لم نقل حرس أو حرس بل قلنا حارس بارك الله فيكم أما في الكلمة التي بعدها فهي كلمة مصفوفة حرف الممدود هو حرف الذي مددنا صوته هو فو الحرف الفو ومددنا صوته بحرف الأو فقلنا فو مصفوفة لم نقل مصفوفة فوفة أما الكلمة الأخيرة التي قرأناها في هذا الدرس ألا وهي كلمة العقول العقول قول قول حرف الق مددنا صوته بحرف الأو فقلنا العقول ولم نقل العقول العقول شكرا لكم يا حبتي بارك الله فيكم انتهينا بحمد الله من ضيف مميز حرف قاف حرف القاف شكرا لكم على تفاعلكم أمن أن تكونوا استفدتم واستمتعتم أتمنى لكم التوفيق والسداد ألتقيكم في الدرس القادم مع درس جديد وحرف جديد من حروف هذه الوحدة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة